مرحبا معكم ريحاب من تورونتو يارب تكونوا بألف خير من زمان ما طلعت بفيديو بيحكي عن موضوع الهجرة وأكيد بسبب الإنشغال بالحياة اليومية بالأولاد وبالشغل أكيد اليوم رح نرجع نحكي بموضوع بخص الهجرة وبرنامج كتير حلو وسريع بس قبل ما نبدأ نحكي عن هالبرنامج لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد عن كندا ورح نطير سواه لمقاطعة بريتيش كولومبيا هالمقاطعة السحرة بتقصى ومناخها وطبيعة الخلابة هالمقاطعة بتقع بغرب كندا عند المحيط الهادي وبين جبال الراكي طبعا هاي المقاطعة تعد ثالث مقاطعة في كندا من حيث التعداد كاني هالمقاطعة كتير هيك في إلى سحر خاص كل الناس بتروحوا لهنيك بالشتوية بتهرب من التلج ببقية المناطق بكندا بتروح لهاي المقاطعة ورح نحكي عن برنامج الهجرة يلي ما بتطلب يكون عندك لا فحص للغة ولا حساب بنكي وعن طريق هالبرنامج هات فيك تحصل على الإقامة الدائمة اسم هاد البرنامج بي سي بي ام بي تيك بايلت هاد البرنامج اتأسس بي عام 2017 وكان هو برنامج تجريبي ولكن بهاي السنة بمي متل ما كانوا شايفين على الشاشة صار برنامج دائم للهجرة وذلك بسبب انه نجح باستقبال المهاجرين من أصحاب المهارات والمهن والخبرات لهالمقاطعة هاي وأما الشرط الوحيد للتقدم لهذا البرنامج هو حصولك على عقد عمل من إحدى الشركات المخولة لاستقبال المهاجرين ورح أحط لكم بأسفل الفيديو بصندوق الوصف رابط لبعض المواقع اللي بتخولك تقدم على الشغل بمجال مهنتك الأحلى ما فيه البرنامج إنه كتير سريعي يعني إذا انت لقيت عقد عمل وقدمت وراءك وبروفيلك واز أكسبتد أو تم قبول ملفك فأكيد فيك تجي على كندا خلال شهرين ثلاثة بعد ما تتوافق على وراءك بحب نوه إنه موقع مقاطعة بريتش كولومبيا بتخولك تدخل عليها بلغتك العربية أو أي لغة تانية حتى تقرأ بتمعهم شو المطلوب فيها وهلأ بنوصل لأهم بند واللي هو المهن والشهادات المطلوبة لهذا البرنامج وهذا البرنامج فيه 29 مهنة وشهادة مطلوبة للتقدم لهذا البرنامج مثل المشافين بهذه القائمة اللي هي 29 مجال كل نوع شغل مطلوب فيه رقمه الخاص أهم شي يكون عندك خبرة سنتين بمجال خبرتك يعني هلأ ما بيصير أنت هلأ خلص دراستك بأي مجال مطلوب هون أنك تقدم للشغل أو تقدم على هذا البرنامج لأ لازم يكون عندك سنتين خبرة بمجالك خلونا ناخد نظرة سريعة للمهن المؤهلة لهذا البرنامج هلأ ما بدر يكون عندك شهادة دبلوم أو ماجستير ممكن تكون خريج معهد وعندك مهنة لأنهم مثل المشايفين طالبين كتير فنيين وتقنيين بمجالات معينة أهم المهن اللي هي مدراء لشركات الاتصالات مدراء للكمبيوتر ونظم المعلومات مهندس مدني ميكانيك كمان مهندس كهرباء مهندس كيميائي مهندسين للكمبيوتر محللين واستشارين نظم المعلومات في عندكم كمان مهندسين مصممي البرمجيات فيه كمان الويب ديزاينر فيه الجرافيك ديزاينر فيه تقنية الهندسة الكهربائية والإلكترونية فيه كمان فنيين باختصاصات الميكانيك للأجهزة الصناعية ولشبكات الحاسب أو الكمبيوتر يعني متل مهن شايفين كمان طالبين في مجال النشر والإعلام متل المؤلفين والكتاب والمحررين وكمان طالبين المترجمين وشيه له علاقة بتسجيل الصوت والفيديو وفيه آخر بند اللي هو رقم 29 يلي هو اختصاصي المبيعات الفنية تجارة الجملة يعني هلأ أنا ما فيني وضح لك شو هذا البند الأخير بتاخد اسمه بالإنجليزي بتعمل عليه بحث بوغل وبتعرف شو المواصفات والشروط المطلوبة لكل شغل مين بقدر يقدم على هذا البرنامج كل واحد سواء موجود بوطنك الأم أو خارج وطنك الأم بتقدر تقدم على هذا البرنامج وتكون عندك نفس المهنة أو نفس الشهادة المطلوبة بهذه القائمة يعني ما بالضرورة أن تكون برات بلدك حتى تقدم لأ فيك تكون بسوريا بالعراق بليبيا بأي دولة بالعالم بالخليج وفيك تقدم على هذا البرنامج والشرط الأساسي بعقد العمل اللي تحصل عليه أنه تكون مدته لا تقل عن سنة وبدوام كامل ولما بتستوفي الشروط وعند تختيم الطلب الهجرة لازم يكون بأيام بعقد العمل أقل شي 120 يوم يعني إذا أنت أخذت عقد عمل لمدة سنة ويجي تقدم الطلب الهجرة بعد سنة أكيد مرفوض بيكون طلبك 100% هلا كيف فينا نقدم على هذا البرنامج؟ أول شي بدك تشوف إذا مهنتك أو شهادتك موجودة على القائمة بعدين بتبلش تدور على عقد عمل بإحدى الشركات ببريتش كولومبيا ومثل ما حكيت راح تلاقوا الروابط بصندوق الوصف اللي بتلاقي عن طريقة شغل بمجالك حلا بس تلاقي الشركة وبس تلاقي إنه فيه شغل بناسب خبراتك وبناسب شهادتك لازم تضبط سيرتك الذاتية أو CV أو بيسموها الرزومي ولازم تبعت بالإيميل شي بيسموه الكوفر لتر يعني بيسموه رسالة الطغطية يلي بتوضح فيها إنه أنت لش بتحب هاي المقاطعة وليش بدك تهاجر لهون وليش اخترت هاي الشركة بالذات وإنه الشركة ممكن تفتح لك مجالات يعني بدك كتير تمدح بالمقاطعة وتمدح بالشركة اللي إنتي عم تقدم له هاي الرسالة اللي بتتقدم للشركة هي بتكون يا مفتاح بيفتح لك باب الدخول لهالبرنامجهات أو بتسكر بوجهك لصمح الله يعني لازم يكون الإيميل والسيرت الذاتية مدروسة مية بالمية يعني الشغلة بدها شغل وبدها تعب يعني أنت ممكن تقدم على 10 وظائف 20 وظيفة 30 وظيفة حتى إحدى الشركات تبعت لك أنه نوافق على طلبك هالشركات هي لما بتوافق على طلبك شو اللي بصير بيطلبوا منك بعض الوسائق وممكن قبل ما يطلبوا الوسائق أنه الممكن يعملوا معك انترفيو صوت وصورة على عن طريق الكمبيوتر مشان يتعرفوا عليك أكتر ومشان ياخدوا منك بعض المعلومات ما بالضرورة تكون لغتك مثل ما حكينا تكون جيدة جداً بس أكيد لازم تكون نوعاً ما مليحة حتى تقدر حتى تقدر تتفاهم معهم بهي المقابلة وأكيد لازم تشتغل على السيرة الزاتية أو السيفي أو الرزومي وتكون تقريباً مطابقة لبعض السيرة الزاتية الكندية حتى هيك تكون بروفيشنال لأنه مثل ما حكيت هذا الإيميل والسيرة الزاتية والكوفر لتر هو باب بأهلك لدخول هذا البرنامج هلأ بس تحصل على عقد عمل إن شاء الله ومدته سنة وفول تايم بيكون بتسجل حساب أو بتفتح بروفايل على موقع بريتش كولومبيا وهلأ رحطركم الرابط بصندوق الوصف لموقع بريتش كولومبيا حتى يصير عندك ملف هذا الملف رح يضم شهاداتك خبراتك وكل شي بيطلبوه بعد ما بتحمل كل المواضيع هاي هنه بيحددوا كم نقتصار بملفك يعني بيعطوا نقاط لشهادتك نقاط لخبرتك نقاط لعاقد العمل بيعطوك نقاط محددة وبناء على النقاط بيصير الدعوة للهجرة وكل أسبوع هنه بيعملوا صحوبات وبيفتحوا بروفايلات المتقدمين وإذا كان عندك نقاط معينة فأكيد رح يبعطولك دعوة لتقدم طلاب للهجرة وهون بيصير الشغل الحقيقي والواقع يعني بدك تحمل كل شي مصدق ومترجم وإذا عندك شهادات مثلا بالهندسة شهادات جامعية شهادات من معاهد لازم أكيد كلا تتصدق عن طريق موقع ويس رح حط لكم ياه كمان بأسفل الفيديو بصندوق الوصف وبس يبعطولك دعوة معك 30 يوم لتستوفي بقية الأوراق والوثائق المطلوبة منك وأما إذا بنحكي على التكاليف التكاليف رح تكون 700 دولار بتدفع للمقاطعة لما بينقبل طلبك وبتتوجه لك الدعوة للتقدم على الإقامة ومعك 30 يوم لتقديم كل الوسائق المطلوبة هذا بالمختصر البرنامج طبعا كتير بيفتح فرص لكل الناس يلي كانت ناطرة مثل هيك برنامج معظم الناس بدأت سافر كانت خايفة من موضوع اللغة إنهم بدأت لفل معين بالإليتس أو السلبيب هلأ لا معد فيه أي حجة عليكم بس إنكم تشتغلوا بتكون تشتغلوا كتير كتير وعا السريع إذا بتكون تقدموا على هذا البرنامج بتمنى إنه الناس يلي فعلا عندها شغف وحب للسفر إنه تستفاد من هذا البرنامج وطبعا هذا البرنامج دائم يعني فيكون تقدموا السنة والسنة الجاية بس كل سنة بتتغير الشروط يعني شروط هذا البرنامج ما رح تلاقوه حاليا ببرنامج تاني وإذا عجبكم الفيديو أكيد لا تنسونا من الاشتراك والتعليق وتفعيل زر الجرس وإن شاء الله بشوفكم في فيديوهات جديدة سلام وقود لك للكيل